موسيقى السلام عليكم يتحدث مراقبون ومراكز أبحاث وساسة عرب عن الدور الإيراني المؤذي في البلدان العربية ويغمزون من قناة بعض المسؤولين الإيرانيين المفاخرين والمتفاخرين بأن بلادهم تسيطر على أربع عواصم عربية ويقصدون بالطبع سوريا والعراق ولبنان واليمن يتحدث العرب ليلة نهار عن التغلغل الإيراني في الدول العربية لكن صوتا عربيا خافتا لا بل هامسا يشير إلى الحضور الإيراني في إفريقيا هناك في القارة السمراء حيث يرتع الفقر والأوضاع المعيشية المتردية يتحرك الباحثون عن توسيع مجالهم الحيوي ونفوذهم السياسي وأحد أكبر هؤلاء اللاعبين الإيرانيون دول شمال إفريقيا وغربها في مرمى اهتمام طهران التي أحرزت نجاحات لا يستهان بها في توسيع مواطئ أقدامها في تلك القارة فالجزائر والسودان ونيجيريا والسينيغال وإيريتريا وغيرها من دول القارة التي يتحدث بعض ساستها عن الشعور بصداع من الأثر الإيراني في الحياة العامة في دولهم لكن متى بدأ الاهتمام الإيراني بالقارة الإفريقية؟ وما الوسائل التي اتبعها الإيرانيون في التمدد هناك؟ أي هدف تسعى طهران إلى تحقيقه من وراء وجودها في إفريقيا؟ وما تأثير الحضور الإيراني هناك على الأم العربي؟ الإجابات عن هذه الأسئلة تأتيكم بعد متابعة التقرير التاريخ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الأمين العام لرابطة علماء المسلمين كما نرحبه بضيفنا الكريم عبر سكايب من العاصمة السعودية الرياض الدكتور تركي القبلان رئيس مركز ديمومة للدراسات أهلا وسهلا بكم ضيفينا الكريمين بالاستيديو نبدأ هل ثمت دكتور محمد رصد تاريخي للاهتمام الإيراني بالقارة الإفريقية ومراحل تطور العمل الإيراني هناك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ورحمة الله أشكر الاستضافة من قناة الرافدين في برنامج حديث العرب عن هذا الموضوع الذي حقيقة في طي النسيان عند كثير من الجهات السياسية بل عند دولنا العربية القارة الإفريقية لم تكن بعيدة عن الاستهداف الإيراني فيما سمي بتصدير الثورة نحن نعلم أنه سنة 79 عندما قامت الثورة الإيرانية وضعت خطة للوصول إلى أقاصي البلاد الإسلامية من الشرق من اندونيسيا شرقا إلى يعني إلى إلى المغرب غربا تماما بالإضافة إلى القارة السمراء القارة السمراء نحن نعلم أنه هي قارة المسلمين بامتياز ونحن نعلم أيضا العاطفة الجياشة الموجودة لدى الأفارق تجاه الإسلام وتجاه الدين عندما قامت الثورة الإيرانية ورفعت شعاراتها باعتبار أنها جمهورية إسلامية لكل المسلمين الذين ارتبطوا بشكل مباشر مع الثورة الإيرانية للأسف هي بعض الحركات الإسلامية التي رأت أن هذا الشعار يعني ملهم باعتبار أنها دولة وأنها ضد الاستكبار العالمي خاصة في تلك الفترة في بداية الثمانينات كما نعلم في أوج الحرب الباردة ونحن نعلم أنه الاتحاد السوفيتي كانت في بداية احتلالها لأفغانستان بالإضافة إلى المشكلات التي ترتبت على وجود الكيان الصهيوني مع يعني الإمداد له من خبل الغرب يعني أنت تربط الاهتمام الإيراني بأفريقيا منذ بدء الثورة منذ نجاح الثورة أم بعد أن استثباب الوضع لنظام الحكم في إيران هو أن نظام الحكم بعد ساعة وسبعين مر بمراحل فيما يتعلق باستثباب الوضع السياسي لكن يعني إيران وضعت جهازا متخصصا في مسألة استهداف عامة البلاد الإسلامية بما في ذلك أفريقيا وأنا أعلم أنه مثلا في السودان عندنا على سبيل المثال في بداية الثمانينات كانت تكون هناك مظاهرات مؤيدة للجمهورية الإيرانية في قلب الخرطوم من بعض الشباب الحركات الشبابية هي ليست شيعية في الحقيقة ولكنها كانت منساقة وراء الشعار المرفوع وبعض هؤلاء الشباب تسنى لهم أن يزوروا إيران آنذاك يعني للتواصل معه لأنه كان القميني وأجهزته يقيمون مؤتمرا سنويا لما يسمى عندهم من وحدة الإسلامية هذا المؤتمر كان يحضره عدد كبير وغفير من المفكرين ومن بعض الدعاة ومن بعض السياسيين إلى أن تكشفت الأمور يعني بعد الحرب العراقية الإيرانية لكن عفوا دكتور محمد يعني إذا ما ركزنا عن الجانب الإفريقي كيف تمظهر هذا الاهتمام الإيراني في القارة الإفريقية أولا ومن الذي تولى يعني أمسك بطرف الخيط من القادة الإيرانيين من حيث الحكم السياسي العهد السياسي يعني هو الفترة الأولى التي هي فترة وجود الخميني منسه كمرشد أعلى يعني كانت فترة مضطربة كمان أعلم ثم عقبتها الفترة الثانية التي هي أكثر اشكالية فيما يتعلق بموضوع الحرب العراقية الإيرانية طبعا هذه الحرب أحدث نوع من الاصطفاف يعني العرب تجاه السياسة الإيرانية وكان هناك نوع من التحفز يعني مما أوجد نوع من الممانعة في قضية يعني التسلل تسلل لكن للأسف الشديد أنه بعد أن وضعت الحرب أوزارها و يعني بدأت يعني فيها الوجود الإيراني في أفريقيا كان موجودا في كل المراحل لكن أكثر مرحلة يعني كانت زاهرة في قضية اللي هو مرحلة نجاد يعني أحمد نجاد يعني قبل ما يسمى بالربيع العربي يعني كان هناك يعني نوع من الحشد الكبير جدا وخاصة تجاه إفريقيا هذا الحشد آت أكله بوصول أعداد غفيرة من الطلبة الذين درسوا في قم نحن نعلم بأن إيران خصصت يعني مقاعد دراسية للطلاب الوافدين خاصة من إفريقيا من نيجيريا من السودان يعني قدر يعني ليس كبيرا كما في نيجيريا أو يعني مناطق أخرى في القرن الإفريقي لكنها في النهاية يعني أفلحت في أن هؤلاء يرجعون رسلا للتبشير بالثورة الإيرانية إلى أن وصل الأمر مداه يعني في نيجيريا لدرجة أن يعني أن أتباعهم وأن طلابهم استطاعوا أن يقيموا جيشا يعني كبيرا ومما أحدث مشكلة كبيرة يعني في النهاية استطاع النيجيريون أن يتجاوزوا المشكلة وقل مثل ذلك في القرن الأفريقي سنأتي دكتور محمد على دول القرن الأفريقي وعلى نيجيريا والسينيغال وعدد من الدول لكن لو أذنت لي أن أنتقل إلى الرياض مرة أخرى لأسأل الدكتور تركي بالرغم من أن إيران دكتور تركي بعيدة من الناحية المذهبية من الناحية النفسية بل ربما من الناحية التاريخية بعيدة عن الأفريقاء ومع ذلك نجحت في تأسيس مواطئ قدم قوية في القارة السمراء كمحلل سياسي ومراقب هل ثمت تفسير عربي لنجاح تهران في الحضور هناك بداية أحيي أخي هاد وأحيي ضيفك الكريم أهلا بكم شكرا وطبعا إذا ما رجعنا إلى الوراء قليلا نجد أن إيران ونتيجة حاجتها إلى تأسيس ممرات مائية في المياه الدولية للوصول إلى مناطق الصراع وبالتالي الاستثمار في هذه المناطق لما يخدم سياسات إيران الخارجية نجد أن العلاقة مع أفريقيا تعود إلى حقبة الشاه عام 62 الشاه أسس علاقة مع أثيوبيا وأسس علاقة بالتسعة وشتين بعد استقلال الصومال مع الصومال ما حصل من إنكفاء إيراني وسط الشاه نتيجة صعود نظام منغستو عام أربعة وسبعين وتوجه منغستو كان إلى القتلة الشرقية إلى الاتحاد السوفيسي وبالتالي هناك تضاد بين المعسكرين والشاه يقود اتجاه المعسكر الغربي منغستو اتجاه المعسكر الشرقي من هنا أتى عملية قطع العلاقات بين إيران وبين أثيوبيا وبدأ يدعم الشاه الصومال في مواجهة في مواجهة الأثيوبيا بعد الوصول الثورة الإيرانية ووصول الخميني تسعة وسبعين طبعا كان هناك انشغال في مسألة الحرب الدائرة بين العراق وبين إيران ولم يكن هناك حالة انفراج اتجاه بناء العلاقات الإيرانية الأفريقية إلا بعد العام تسعين وتحديدا أكثر من عام واحد تسعين تنقلت في عدة محطات من رفسان جاني إلى خاتمي إلى أحمد نجاد طبعا إيران من مظهور جيو سياسي هي تسعى إلى التأصيل وبناء مراكز نفوذ اتجاه تطويق بداية الجزيرة العربية والربط الجيو سياسي كمنطقة ومجال عيو لإيران من الخليد العربي إلى البحر الأحمر والتفافا على ما يقرأ بإسم الحزام الجنوبي من بحر العرب واتجاه المحيط الهندي والتفافا على القرن الأفريقي طمعا في الوصول كذلك إلى المحيط الأطرسي هنا نستطيع عفوا خلني أختم في هذه الجزئية أن نقسم الأهداف الإيرانية اتجاه أفريقيا إلى عدة مشارات مشار له بعد يو شياسي هل تأذن لي دكتور تركي أن نؤجل موضوع الحديث عن الأهداف إلى ما بعد الفاصل الذي خصصنا له محورا كاملا وهو موضوع شديد الأهمية لكن أعودي الستوديو لأسأل الدكتور محمد الحقيقة اللافت في من يتابع الملف الإيراني في إفريقيا أنها هتمت بالدول ذات الأغلبية المسلمة يعني شمال وغرب إفريقيا وانكفأت قليلا عن الدول الجنوب والشرق التي يضعف فيها ويتناقص الوجود الإسلامي سؤالي لك هذا التركيز على الدول الإسلامية في قارة إفريقيا كانت السودان هي نقطة ارتكاز بالنسبة للمشروع الإيراني في التمدد الإفريقي السؤال هو هل كان هناك نوع من التقارب النفسي الفكري بين نظام الرئيس السابق أو المخلوع أي أن يكون عمر البشير وبين النظام الإيراني هو ما قبل نظام البشير يعني قبل وصول حكومة البشير وجبهة الإنقاذ والترابي يعني إلى السودان كانت هناك في فترة الأحزاب محاولة تواصل يعني في فترة بلاد الثمانينات يعني كان هناك تواصل نشط من قبل المناديب الإيرانيين مع الأحزاب السياسية يعني كان هناك تواصل مع حزب الأمة كان هناك تواصل مع حزب الجبهة الإسلامية ومجموعة الترابي وأيضا هناك كان هناك زيارات تمت في بداية عهد الإنقاذ إلى الثورة الإيرانية أو إلى الجمهورية إلى إيران لمحاولة الاستفادة من التجربة الإيرانية وللأسف أنها لم تكن في بعض جوانبها ذات فائدة بالعكس كانت مضرة يعني خاصة فيما يتعلق بمحاولة الاستفادة في موضوع الجوانب الأمنية ونحن ذلك ولا أريد أن أخوض التفاصيل لأنه يعني كانت بداية التسعينات في إيجاد بيوت ما يسمى ببيوت الأشباح عندنا في السودان في النظام السابق كان محاولة لمحاكات يعني الحرس الثوري الإيراني وما تقوم به من البطش بالنسبة للمعارضين أو المخالفين لكن سرعان منتهى هذا في عقده الأول وأغرقت هذه البيوت وحصل هناك نوع من الانفراج يعني والمراجعة لكن دعني أقول أنه يعني السودان كان في بداية العقد الأول يعني من حكم الإنقاذ مفتحاً غاية الانفتاح على الجمهورية الإيرانية وكان هناك يعني مصالح يعني وصلت مستوى متقدماً حتى فيما يتعلق قضية تصنيع السلاح حتى فيما يتعلق موضوع يعني التبادل التجاري وبعض الصناعات وإن كان السودان ما استفاد كثيراً كما قال يعني الرئيس عمر البشير نفسه يعني أنه الفائدة لم تكن في المقابل كبيرة الهدف الأساسي كان بالنسبة لإيران هو محاولة وضع اليد على الطرق الصوفية خاصة والتواصل معها بالإضافة إلى موضوع يعني الاجتذاب عدد لا بأس به من الطلاب الذين يدرسون عندها ونحن طبعاً لكن لم يكن هناك اعتراض من السلطة على العمل الإيراني في داخل المدن السودانية وتحديداً في الخرطوم واستطاعت الإيران أن تنشئ حزاماً من الحوزات ومن المراكز الثقافية داخل الخرطوم بدون اعتراض من السلطة للأسف الشديد أنه كان هناك أصلاً يعني انحراف أو أقول يعني فهم فكري مغلوط يعني أنه يعني في بداية التسعينات كان هناك ترويج لأنه لا فرق بيننا وبين الشيعة يعني باعتبار بعد السودان عن منطقة الوجود الشيعي والسن كما العراق مثلاً وشرق السعودية ومناطق الخليج فالسودانيون في الأعمى الأغلب ليس عندهم تفاصيل التباين ما بين المذهب الشيعي كان هناك من يروج في السلطة السياسية ويقول لا لا ليس هناك فرق بيننا وبينهم وبالتالي فتحوا الباب على مصرعي للملحق الثقافي الإيراني لكي يجوب السودان شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً ويلتقي في الطرق الصوفية ويقدم لهم بعض الخدمات ويفتح لهم المنح مما أحدث نوعاً من الإشكالية في أن بعض هؤلاء المنتسبين إلى الطرق الصوفية ينحاز إلى الثورة الإيرانية هذه المسألة أدت في النهاية إلى المجمع الفقه الإسلامي السوداني يعني يستجوب ويستتيب شخصية اللي هو أبو قرون وهو من القيادات يعني في كتاب أخرجه في التعرض لأبي بكر وعمر وكانت هذه مشهورة يعني وقف فيها علماء السودان هنا انتبهت السلطة إلى أن ثمت مشكلة ومما أدى إلى أن الطرق الصوفية نفسها في السودان يعني في يعني أخذت خطوة إلى الوراق أخذت خطرة إلى الوراق وأصدرت فتوى لعدم التعامل مع الكيان الإيراني يعني معذرة دكتور ثمت من يقول بعد أن سبق السيف العذل ويعني قلت في مستهل حديثك إن إيران نفذت إلى الدول الإفريقية وحتى العربية من نفذة الإسلاميين وثمت من يغمز من هذه القناة ليقول بأن الإسلاميين لم يكونوا يوما يمتلكون رؤية سياسية دعني أذب إلى الفاصل هذه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما يمكن لمشاهدين في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثينا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي أسعدكم الله هذا استئناف لحديثنا عن الوجود الإيراني السياسي في القارة الإفريقية ويسعدني ترحيب بانضمام ضيفنا الكريم الدكتور جلال الدين محمد صالح الأستاذ الجامعي الإيرتري أهلا ومرحبا بكم دكتور حياك الله أهلا وسهلا بك دكتور في المحور الأول جرى الحديث عن رصد تاريخي للاهتمام الإيراني بإفريقيا ومراحل تطور هذا الإهتمام يعني أسألك في هذا المحور عن الهدف الذي تسعى طهران إلى تحقيقه من خلال امتدادها في دول إفريقيا وتحديدا في الدول التي يوجد فيها أغلبية إسلامية إيران تعيش حالة من الغربة حالة من الغربة الفكرية وحالة من الغربة السياسية أما الغربة الفكرية في إيران تعتنق فكرا ينحرف جذريا عن المعتقد الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصار عليه الصحابة من بعده فهي تعيش حالة من الشذوذ العقدي والفكري على مستوى الأمة الإسلامية كلها نعم وتعيش حالة من الشذوذ السياسي لأن إيران تزعم أنها تنهج نهج الإسلام في الحياة بالناس وتجديد حياتهم من جديد وفي الوقت ذاته الإسلام الذي تطرحه ليس هو الإسلام الذي علمه الصحابة ونقل إلينا تواترا عن الله بواسطة جبريل إلى رسوله إلى صحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين نعم بشكل موثق وهذه الغربة الفكرية والسياسية تزعجها جدا فيتريد أن تتصدر الأمة الأمة الإسلامية بأجمعها في حين هي تعيش على الشذوذ الفكري يتناقض مع وجهة هذه الأمة تاريخيا وسياسيا هذه الأقدة جعلت إيران تفكر في الخروج من هذا المأزق أما الإحاطة الجغرافية أيضا في إيران تعيش أزمة العزل الجغرافية أريد أن أسألك عن موضوع الغربة الفكرية ما دم تتحدث وطبعا حديثنا في هذه الحلقة دكتور متصل بالشأن السياسي والاستراتيجي الإيراني في دول القرى الإفريقية أعطيك الفرصة لتحديثنا عن الهدف بشكل مباشر لو أذنت لكن تتحدث عن الغربة الفكرية والغربة السياسية ودولة تسيطر على دول أربع دول عربية ولها حضور فاعل وقوي في دول غرب وشمال غرب القرى الإفريقية الذي يمتد على مساحة 5 مليون و13 ألف كيلومتر مربع كيف يمكن تفسير الغربة الفكرية والسياسية هذا التحرك وهذا الاقتحام الذي به تندفع إيران هو محاولة لكسر هذه الغربة الفكرية طب بالنهاية ماذا تريد من هذا الاقتحام تريد من هنا أن تتصدر الأمة تريد أن تقود الأمة الإسلامية كلها ولهذا راليجاني اسمه كتب علي اللاريجاني لا شقيقه نعم كتب كتاب نظرية أمة القرى ونظرية أمة القرى نظرية هي متكاملة طبعت هذه النظرية تزعم أن إيران هي أمة القرى ويطرح بدلا من مكة يعني ويطرح لرجان السؤال ويجيب عليه في هذه النظرية هذا السؤال ماذا لو تعردت أمة القرى لعدوان خارجي ما الواجب على أمة الإسلام لكن عفوا دكتور أرجو المعذرة يعني هي تريد أن تقود الأمة الذي يريد أن يقود الأمة الإسلامية يهيمن على مصر والشام والعراق وقد فعلت في جناحين من هذا المثلث الشام والعراق لا يذهب إلى السينيغال لا يذهب إلى نيجيريا حتى يقود الأمة ثم أليس هناك بعد استراتيجي أخر مرتبط بنوع من تمدد المشروع الإيراني البعيد والخروج من العزلة ومواجهة الغرب وتوسيع قاعدة النفوذ هل ثمت أبعاد استراتيجية؟ نعم من ذلك كسب الجماهير هي تريد أن تحمل رسالة توهم الجماهير في أفريقيا في آسيا نعم بأنها تمثل الإسلام النقي الإسلام الصحيح ومتابعتها والسير خلفها فيها عزة الإسلام والمسلمين أما المحيط الجغرافي العرب مصر والعراق وسوريا وغيرها فهي تصور أن هذه وجهات سياسية مناقضة للإسلام فهي وجهات علمانية قومية عربية بعثية بغض النظر عن تعامل إيران بشكل متناقض في تعاطيها مع الاتجاه القومي في سوريا لا تكفره وإنما تحالفه وفي العراق تكفره وتقاتله فإيران تريد أن تبعث رسالة إلى العالم الآسيوي وإلى العالم الأفريقي الشعوب الإسلامية في إندونيزيا في السنقال في شتى دول إفريقيا وآسيا أن النموذج الذي تتبعه إيران والذي تطرحه مشروعاً للأمة الإسلامية هو الذي يرفع الأمة الإسلامية وينتشلها من حالة الوهن والضعف الذي عليه الآن طيب أما العراق ومناطق هذه في النهاية إيران أعلنت بأنها تسيطر حالياً على عواصم عربية بغداد وسنعاء ودمشق وبغداد وسنعاء ودمشق ولبنان ولبنان نعم لكن نريد أن نحرر مسألة الوجود الإيراني دكتور محمد في إفريقيا تحديداً طبيعة هذا الوجود طبيعة هذا التغلغل والتمدد هل إيران تتمدد هناك وتتغلغل سياسياً واستراتيجياً أم أنها تتغلغل ببعد ديني مذهبي وجودها ذو طبيعة دينية مذهبية يعني كل المسارين يعني موجود سواء المسار السياسي في إيجاد علاقة متينة سياسية مع بعض الدول مثل ما كانت العلاقة حميمة جداً مثلاً مع الجزائر في فترة من الفترات ثم يعني أصابها ما أصابها من القطيعة ثم ما كان أيضاً بالنسبة للعلاقة مع السودان يعني أنا أتذكر أنه في بداية المشكلة الصومالية حينما زرنا ما قديشو قدر لنا بعد يعني سقوط يعني النظام السابق يعني كان هناك طبعاً المحاكم تجربة المحاكم الإسلامية في هذه الأثناء جاءت إيران تعرض على المحاكم الإسلامية البرلمان الصومالي المساعدات بل أن تعطي مرتبات لأعضاء البرلمان نعم وبشكل سخي يعني فهذا هذا هو أسلوب إيران في قضية محاولة النزول يعني إلى الدولة من خلال البرلمان من خلال الارتباط ببعض الأحزاب السياسية بعض الشخصيات مما حدى بالصوماليين أن ينتبهوا إلى أن هناك محاولة لمسألة قضية شراء الدماء ولم تنقطع المحاولات يعني يعني أبداً الذي حدث كنموذج مثلاً بالنسبة لنا في السودان أنه الإيران مارسة المسارين معنا المسار المتعلق بمحاولة فك العزلة التي تحدث عنها الدكتور التي هي العزلة الفكرية هذه من خلال إيجاد شخصيات وجيوب بل حتى صحف يعني عندنا مثلاً في السودان مولت إيران صحيفة اسمها صحيفة الوفاق في فترة من الفترات يعني موضوع العزلة الفكرية الإيرانية لم يكن متحققاً في مرحلة الأولى من نجاح الثورة الإيرانية عندما نجح الخميني وصل إلى السلطة يعني هبت كل المسلمين والإسلاميين من دول العالم العربي وحتى الإسلامي هبوا إلى طهران وجعلوها قبلة لهم لإعادة الإسلام يعني لم تكن العزلة الفكرية متحققة في ذلك الوقت لكنهم صدموا صدموا أن هذه هذه الجمهورية التي تدعى أنها جمهورة إسلامية أنها تحمل في رسالتها ما يناقض الإسلام الذي عرفه الناس وخرجت آنذاك كتب تتحدث عن طبيعة هذا الفكر الذي تحمل هذه الدولة فوجئوا بأن هذه الدولة تتحالف مع أقليات باطنية في سوريا وفي غيرها كما الحال بالنسبة لقضية التحالف مع حزب البعث السوري وهذه مسألة كانت صدمة بالنسبة للإسلاميين نفسهم كيف هذه الدولة التي تدعي الإسلام وتنفتح الإسلاميين وتدعي أنها ضد مع المشروع الإسلامي الكبير في التحرر الإسلامي كيف أنها تتحالف مع هذه الأقلية وتغضى الطرف عن الجرائم التي ترتكبها هذه الأقلية إلى يومنا هذا هذه المسألة كانت بالنسبة لكثير من الإسلاميين نوع من يعني التجاوز للتاريخ تاريخ هذه الدولة وامتداداتها يعني هذه الدولة دولة إيران الحديثة ليست إلا تجديدا للتجربة الصفوية الأولى التجربة الصفوية الأولى كانت تجربة يعني ماثلة أمام هذه الدولة في أنه لا يمكنها أن تضع قدمها إلا بمحوي الطرف الآخر اللي هو أهل السنة والجماعة ومع أنها السنة الجماعة هم الانتداد الطبيعي للمسلمين يعني فالعزلة التي تحدث عنها الدكتور تحاول إيران أن تتجاوزها بإيجاد جيوب في كل بلد إن كانت إن كانت هناك مجموعات شيعية ولو بعيدة عن المذهب الجعفري والإثني عشر فإنها تقوم باختراق هذه المجموعة الشيعية كما حصل بالنسبة للزيدية في اليمن والحوثيين وتحويلهم إلى المذهب رويدا رويدا أو كما حدث في لبنان مثلا أو كما حدث في سوريا أو في العراق لكن الدول التي ليس فيها وجود أصلا شيعي فإنها تحاول أن توجد هذه الجيوب أو على أقل تقدير التشيع السياسي إن لم يكن تشيعا عقائديا فهو التشيع السياسي الذي يؤمن بأن إيران هي الرائدة وهي الموجهة وهي المقاومة مثلا نعم وهي التي تقود العام الإسلامي وإن كان واقع الحال يعني يكشف بأن الإسلاميين هم من يعيشوا العزة الفكرية لا إيران هذا واقع الحال لكن أعود إليك دكتور جلال الآن الوسائل التي اتبعتها إيران ونجحت من خلالها في تمدد داخل القارة الإفريقية بالرغب من البعد الجغرافي والبعد النفسي والبعد التاريخي بينها وبين الدول الإفريقية هل حصل ذلك في غفلة من الحكومات الرسمية أم ثم تسهيلات رسمية لذلك ودي أن أقول أن العزة الفكرية التي تحدثت عنها والتي تناولها أيضا الشيخ محمد عبد الكريم هذه عزلة ستظل مصاحبة إيران لو أذنت لي أن نجيب على السؤال يعني هذه تحدثنا فيها نعم عن الوسائل التي اتبعتها أيها ولهذا أقول لك أنه إيران الوسائل التي اتبعتها متمددة إلى أفريقيا هي وسائل إغاثية تارة وسائل تعليمية تارة أخرى كالمنحة الدراسية اختراقات لمراكز التأثير في الدول الأفريقية الجامعات الثانويات الشخصيات المؤثرة استياد شخصيات تراهم عبرهم يمكن أن ينقل الفكر إلى المجتمع الإيراني وكما قال الشيخ محمد عبد الكريم أن التشيع العقلي ليس بالضرورة أن يكون هو الهدف النهائي لإيران فهذه أجنحة الأخرى تعمل فيه وهي الحوزات العلمية إيران في إطارها السياسي تركز في التشيع السياسي أن تجد شيعة يشايعون ويناصرون توجهها السياسي حيث تزعم إيران بأنها تواجه الإمبريالية العالمية الاستكبار العالمي تواجه السهيونية وهذه نقطة التقاء مع النقبة المثقفة في أفريقيا التي ترى أن الإمبريالية العالمية هي الاستعمار الذي عانت منه أفريقيا في حقبة ما قبل الستينات وفي الستينات وما زالت حتى هذه اللحظة تعاني منه بامتصاص خيراتها ونهب ثرواتها فالنقبة الإفريقية الكادحة أو التي سمونها البروليتارية الفقيرة هذه النقبة تطلع دائما إلا من يواجه الإمبريالية فإيران تدخل من هذه الزاوية فيكون تلاقح وتلاقي سياسي بين هذه النقبة وبين إيران وهذه النقبة لا يهمها إيران أن تسب الصحابة ولا أن تلعن فلان وعلان يهمها فقط أن إيران تواجه أمريكا وإيران تزعم أنها تواجه أمريكا وتواجه السهيونية مقابل سياسات التطبيع التي يرونها في العالم العربي والمبادرة أو السعي نحو أمريكا وأن السلام استراتيجية لا خيار فيها كما يقول بعد قادة العرب بينما إيران لا تقول ذلك فهذا يجمع الثوريين الأفارقة أيضا يجعلهم يلتقون مع إيران وتختار منهم النقبة المؤثرة فتعطيهم منح في تهران مثلا السورة الإليترية جابت تحرير الإليترية أول ما خميني انتصر نعم بدأ بفتح مكتب لجابة تحرير الإليترية ووقتها أذكر أن قيادات جابة تحرير الإليترية زارت أهرار جنبا إلى جنب مع منظمة فتح دكتور الوجود الإيراني في إفريقيا لم يقتصر على موضوع التشييع السياسي أو التشييع المذهب بل انتقل إلى مرحلة الوجود العسكري وأنت تعرف أن هناك جزيرتين في إيريتريا مؤجرتان للقوات الإيرانية وهناك بطاريات وصواريخ متوسطة وبعيدة المدى هذا نريد أن نتضرحه ونسأل عن مدى تهديد هذا الواقع وجود العسكري في القارة الإفريقية على الأمن القومي العربي ولكن بعد وقفة أخيرة اشتركوا في القناة أهلا بكم في هذا الجزء الأخير من حلقتنا هذه دكتور محمد هل يسبب الوجود الإيراني في القارة الإفريقية قلقا ما لالقادة السياسيين العرب للمنظومة السياسية العربية دون شك يعني لأن هذا الوجود يعني يكون نوع من التطويق الجغرافي والسياسي مظاهر هذا القلق كيف ترى أن القادة لا يوجد هناك تصريحات أو مواقف أو حركة تنمع موجود قلق في الوسط السياسي الرسمي يعني القلق يعني ظهر في التجربة الجزائرية الإيرانية عندما تدخلت إيران بشكل سافر يعني في الأوضاع السياسية الجزائرية مع أن العلاقة كانت متينة وأنا ذكرت مثلا على ذلك أيضا فيما يتعلق موضوع الصومال القلق السياسي يعني ظهر إيران متى خسرت أو متى يعني ظهرت نوع من التراجع في هذه المسألة بعدما تكشفت حقيقتها في العراق يعني قضية الغزو الأمريكي للعراق وما نتج عن هذا الغزو من مسألة قضية قيام الميليشيات التابعة لإيران في العراق بعملية القتل على الهوية وما حدث من محاولات تهجير السنة أو ما حدث من تهجير السنة هذه المسألة كانت رسالة يعني وصلت مداها إلى الزعماء الأفارقة العرب والأفارقة وجعلتهم ينظرون إلى إيران على أنها ليست كما تفرع في شعاراتها أنها مع المستضعفين أو مع الشعوب بل هي مع أطماعها التوسعية ثم جاءت المشكلة الأخرى التي هي مشكلة سورية وكانت هي أوضح أيضا في جانب استفاف إيران مع نظام مستبد يقتل شعبه ويسحل هذا الشعب ثم تكررت المسألة أيضا في الربيع العربي بالنسبة لليمن هذه المسائل يعني ما بعد الربيع العربي بالمناسبة يعني كانت كفيلة يعني خطوات إيران ومواقف إيران ضد هذه الشعوب كانت كفيلة أن ترسل رسائل يعني مقلقة بالنسبة وهذا الذي حدى بالسودان مع الضغوط بالنسبة للخليج العربي أنها تفك الارتباط مع إيران مطلقا حتى لدرجة أغلقت السفارة وتوجهت إلى قضية التحالف مع دول الخليج ضد الزحف الإيراني الذي يعني بدأ في صنعاء وبدأ في اليمن فالوجود الإيراني في منطقة البحر الأحمر وفي منطقة القرن الإفريقي هذا الوجود يعني وجود ما كان يستهان به هدفه السيطرة على باب المندب في النهاية وهو يشكل في النهاية تهديدا لأمن المملكة العربية السعودية أليس كذلك دون شك يعني للمملكة العربية السعودية أيضا لدول الخليج عموما يعني وللدول العربية وأنا أذكر بس مثل بسيط يعني أحد الذين كانوا يؤمنون بالتوجه العنيف ضد يعني القيام بعمليات مثلا في مصر وكان من منظري جماعات يقول في بعض اللقاءات إن إيران تواصلت معهم من أجل أن يقوموا بعمليات غير مدروسة يعني في مسألة قضية يعني تفجير بعض الأماكن وكذا إلى إحداث نوع من الشغب يقول في غمرة أنها كانت تدعم هذه الجماعات وتؤزها للقيام بالعمل في مصر مثلا إيران جلست مع النظام المصري أيام حسن مبارك فتفاهمت معهم فكانت تتقدم ببعض الطلبات في سبيل أنها توقف الدعم فكان من الأشياء العجيبة مثلا استحادة الآثار الفاطمية في مصر نعم وأن يتبنى الأزهر المذهب الجعفر وأن يكون هناك نوع من التفاهمات السياسية المتعلقة بها إذن للأسف الشديد إيران كانت تستخدم حتى بعض الجماعات من أجل أن تصل إلى المآرب السياسية لكن من الناحية الاستراتيجية نريد أن نبحث الموضوع من الناحية الاستراتيجية لأسأل الدكتور جلال من الناحية الاستراتيجية أي تبعات أو تداعيات أو أثار يحملها التمدد الإيراني في إفريقيا على العرب وأمنهم سواء كان سلبياً أم إيجابياً نعم لا بد أن يعكس وأنا حقيقة لا أستطيع أن أقول لما تفعل إيران هذا لأنها دولة وموجودة وما دمت موجودة ودولة فلا بد أن تعمل من أجل بقائها ولكن المشكلة هو الاستراتيجية المواجهة هل هناك الأحرى السؤال الذي ينبغي أن يطرح هل هناك استراتيجية تواجه بشكل جدي وتخطيط عميق ومرتب الاستراتيجية الإيرانية نعنا نجيب على السؤال ثم نجيب على هذا السؤال السؤال هو ما الخطر الذي تشكله التمدد الإيراني في إفريقيا على أمن العرب ما طبيعة هذا الخطر طبعاً الخطر هذا أنه تريد أن تحاصر العرب تضعف الاستراتيجية العربية إذا افترضنا هناك استراتيجية عربية تريد أن تحاصرها وتتطوقها تريد أن تحل محل القيادة العربية في تصدر المشكلة العربية التي هي بالقضية بالأصل قضية فلسطين فتريد أن تجعل فلسطين هي أساس تحركها ولهذا سمت نفسها دول الممانعة وقسمت العالم أو العالم الإسلامي إلى دول الممانعة ودول المزاوجة أو المسالمة فهذا يعني أن تحاصر العالم العربي فينعكس عليه أمنيا ينعكس عليه أمنيا من ناحية الثقافية فمثلا الآن إيران تقول هؤلاء وهبية والوهبية هذا حسار ثقافي أيضا تستغل أحداث 11 سبتمبر وتحرض الغرب على هذا الاتجاه هذا خطر أمني ثقافي الأمني العسكري أو الأمني الاستراتيجي فإيران تتحالف مع هذه الجماعات المتطرفة كما ذكر أو الجماعات المغالية تتحالف معها وتستخدمها من حيث لا تشعر هذه الجماعات وقد قرأت أنا في بعض وثائقهم يقولون أن إيران من أهل القبلة وأمريكا دولة الكفر ونستعين بأهل القبلة على دولة الكفر ولا ممانع إيران تستغل مثل هذه القضايا وكل هذا ينعكس على الأمن العربي في الجزر البحر الأحمر الذي ذكرها أحد السعوديين كتب في جريدة الوطن وفي جريدة الرياض بأن الإيران أنشطة في جزر إيرتريا على البحر عندها جزيرتان فاطمة والنهلة وهناك جزيرة دهلة وأثار هذه القضية من خلال جريدة الوطن ومن خلال جريدة الرياض نعم وثارت دجة ونقاش والسفارة حتى أكون أمينا أيضا وأنا وإن كانت مشكلة معهم ولكن حتى أكون موضوعيا السفارة الإيرتريا في الرياض أصدرت بيانا أنكرت فيه لا توجد أبدا أو ليس هناك وجود أبدا لا للكيان السعيوني ولا للكيان الإيراني في إيرتريا وإيرتريا أكبر من أن تؤجر جزرها لدولها لكن بعد ذلك الجريدة نفسها أخرجت وثائق أخرى ردت بها على وزارة الخارجي الإيرتريا قسم الشرق الأوسط لأنه أيضا أصدر بيانا وعلى سفارة الإيرتريا فأنا أذكر نعم لكن اللافت حقيقة فيما يتعلق بالجزر الإيرتريا تعقيبا على ما قاله الدكتور أن هناك تجاورا إسرائيليا إيرانيا في الجزر الإيرتريا يعني أرخبيل دهلك تستأجر إسرائيل فيه ثلاثة جزر بينما تستأجر إيران جزيرتين وفي ميناء عصب الإيرتريا وهو ثاني أكبر موانئ إيرتريا سؤالي هو لماذا يشنع كثيرا على إيران هي دولة من حقها أن تبحث لنفسها عن فضاء سياسي واستراتيجي وتوسع نفوذها من خلاله لماذا لا ينافس العرب إيران في إفريقيا وإفريقيا أقرب إليهم نفسيا وتاريخيا ومذهبيا يعني ما كان لإيران أن تصل إلى هذا المدى خاصة مع العزلة الفكرية مع الشذوذ السياسي يعني ولاية الفقيه التي ابتدعها الخميني من أجل أن تكون يعني حاملة لهذا الفكر يعني مسألة من الخرافات التي فإيران يعني هي قائمة على لكن أدركنا الوقت لماذا برأيك العرب لا يتحركوا في إفريقيا لأنه ليس لديهم مشروع ليس لديهم استراتيجية جادة في مواجهة هذا الخطر ليس عندهم جدية في قضية تبني قضايا الأمة الحقيقية عندما حصل هذا الفراغ جاءت إيران وملأت هذا الفراغ وانحرفت أيضا بهذه الشعارات التي كان الأحق بها الحكومات العربية نعم أشكرك دكتور يعني أدركنا الوقت أشكرك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام في ختم هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام في الستوديو الدكتور جلال الدين محمد صالح الأستاذ الجامعي الإيرتري وكذلك دكتور محمد عبد الكريم الأمين العام لرابطة علماء المسلمين ومشاركنا مشاركة جزئية عبر سكايب من الرياضة دكتور تركي القبلان رئيس مركز ديمومة للدراسات أشكره شكرا جزيلا شكرا لكم على كرم المتابعة في حراسة الله اشتركوا في القناة